وينضم ولينا من القاهرة هاني رسلان مستشار مركز الأهرام وخبير الشؤون الافريقية سيد رسلان الاتفاقات الأخيرة في واشنطن انفراجة أم مضيعة للوقت؟ نعم هي انفراجة في الحقيقة ونستطيع أن نقول أن هناك تحول نوعي كبير وكان مفاجئا أيضا لأن الاجتماع الأخير في أديسابابا انتهى بتباين واضح واختلاف كبير في وجهات النظر وظهر في البيان الأسيوبي الذي قدم مغالطات كثيرة ردت عليها مصر بالتفصيل بالإضافة إلى الاختراح الأسيوبي بإدخال جنوب أفريقيا كوسيل هذا كان ينبئ بأن هناك طريقة مسدودة ولكن الآن لدينا إطار ومبادئ أساسية لاتفاق نفترض أن ينتهي خلال أسبوعين فهذا نجاح كبير وهذه الأسس والمبادئ التي أشار إليها التقرير هي كلها في الحقيقة قريبة من الأسس التي انطلقت منها المقترحات والمبادئ والمطالب المصرية ولكن سيد رسلان هذه الانفراجة إلى أي مدى أن يمكن أن تفضي إلى حل نهائي؟ أعتقد الآن نحن قريبين من الحل والشاهد على ذلك هو أن الرئيس الأمريكي قد ألقى بثقة له وراء هذه المسألة عبر اللقاء الذي جمعه بوزراء الخارجية والري في الدول السلاس والذي تحدث فيه عن اتفاق نهائي وقع في واشنطن ووعد أيضا بمساعدات فنية وأظنها تنصرف إلى مسألة تطبيق الاتفاق والتدقيق في ذلك هذا أيضا يحمل تحول في الموقف الأمريكي الذي كان يقترب من الملف بحذر وقبل بدور المراقب ولكنه الآن من الواضح أنه يريد أن ينهي هذه المسألة حفاظا على السلم والأمن في منطقة النيل سيد دارسلان ولكن لماذا حدث هذا التحول في الموقف الأمريكي برأيك كما تفضلت طبعا هو من الناحية الفنية مصر قدمت مقترحات تفصيلية وواضحة وقاطعة والوفد المفاوض المصري بزل جهدا عظيما في هذا الإطار وأستدد كل السغرات ولم يكن هناك مشكلة سوى غياب الإرادة السياسية لأسيوبيا أعتقد أن الولايات المتحدة لعبت دورا في هذا ومصلحة أمريكا في إرساء اتفاق لأن دولتين مصر وأسيوبيا وهم طرفين نزاع الرئيسي هم أصدقاء للولايات المتحدة بشكل أو بآخر مع اختلاف النسب ومن ثم الولايات المتحدة لا تريد أن تفسح مجالا للإنزلاق إلى حالة صراعية وأيضا ربما ظهور أدوار أخرى مثل الصين أو روسيا في هذه المنطقة التي تسعى الولايات المتحدة للاحتفاظ وتكريز نفوزها فيها أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من القاهرة هاني رسلام مستشار مركز الأهرام وخبير الشؤون الأفريقية